وعلى جانب آخر كان فيه أخبار تانية كتير شهادتها كل المحافظات المصرية في شمال سيناء تم البدء في تفعيل العيادات الخارجية في المستشفى العام في مدينة العريش بالفترة المسائية أما في الأسكندرية فتم الكشف وتقديم العلاج المجاني لـ 1399 مريض في القوافل الطبية كمان في جامعة السيوت أعلنت بدء الكشف الطبي للطلاب الجدد يوم 8 سبتمبر وفي إنها تم تنفيذ أعمال تطوير الكورنيش الشرقي على النيل بنسبة 61% تفاصيل وأخبار أكتر في استيقات التقرير أخبار خدمية كتير شهادتها المحافظات من بينها إن مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء أعلنت تفعيل تشغيل العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام خلال الفترة المسائية دعماً للمواطن البسيط ومحدود الدخل والتخصصات في العيادات الخارجية ضد ضمن الجراحة والأطفال والنساء والجلدية وبتبدأ الفترة المسائية من الساعة 5 مساء حتى الثامنة مساء طوال أيام الأسبوع في الإسكندرية نظمت مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية مجانية بمنطقة العمرية استمرت على مدار يومين بوحدة طب أسرة الجزائر اللي بتبعد 24 كيلو متر عن أقرب مستشفى وضمت القافلة 8 تخصصات هي البطنة، الأطفال، النساء، تنظيم الأسرة، الجراحة، العزام، الرمض والأسنان وشارك فيها 48 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم وتم توقيع الكشف الطبي على 1399 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجاناً بالكامل لهم أعلنت جامعة أسيود بدء إجراءات الكشف الطبي على الطلاب الجدد الحاصلين على السنوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2024-2025 اعتباراً من الحد الموافق 8 سبتمبر حتى الأربع الموافق 9 أكتوبر وفق جدول زمني محدد لكل كلية وده بمجمع صلاة الامتحانات بالحرم الجامعي مع مراعاة توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد أثناء الكشف الطبي وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بتشهد محافظة قنة تنفيذ أعمال مشروع تطوير كورنيش قنة الشرقي على النيل على مساحة 79251 متر بطول 1400 متر والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بيتضمن المشروع متنزهات وحدائق ومطاعم وكافتريات وأماكن جلوس وبرجولات وكراسي وأكشاك ومبنى إداري بالإضافة لمراسي للسفن والمراكب الشرعية واللنشات بالنسبة تنفيذ بلغت 61% شهدت محافظة مطروح تنظيم عدد من القوافل البيطرية لتوقيع الكشف والعلاج لرؤوس الثروة الحيوانية والداجينة بالمحافظة خلال أغسطس الماضي وتم الكشف البيطري وإجراء الفحوصات البيطرية وتقديم العلاج لعدد 17,589 رأسة حيوانية وداجينة من خلال تنظيم سبع قوافل بيطرية أكدت محافظة المنوفية تنظيم القوافل الطبية المجانية بنطاق المحافظة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتم تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية بعدد من مراكز ومدن المحافظة بالضم البجور، الشمون، السادات، وسنة، شبين الكوم وده خلال أغسطس الماضي وتم توقيع الكشف الطب المجاني على 8,454 مواطن من أهالي المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل الوسر وضمان توفير حياة كريمة وأمينة لهم شهدت سماء الأقصر تحليق 30 رحلة بالون طائر أقلت على متنها 600 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية بالإضافة للمصريين وغدرت رحلات البالون تباعاً منطلقة من أرض مطار البالون الطائر بغرب مدينة الأقصر على شكل مجموعات مع اللحظات الأولى لشروق الشمس وابتلقى رحلات البالون الطائر بالأقصر إقبال متزايد من السائحين القادمين لزيارة المدينة اشتركوا في القناة